تاني، هزلت حبسوني ليه؟ عشان الناس تكون فاهمة والأهمة بالناس تكون فاهمة الرئيس يكون فاهم اللي حصل مع حنين حسيم من أول يوم سلام عليكم انبارح كنت اتكلمت مع حضراتكم عن موضوع حنين حسيم ومواد الأدهم وعن الحكم اللي أصدرته المحكمة على حنين بعشر سنين سجنة وغرامة 200 ألف جنيه وعلى مواد الأدهم بست سنين سجنة وغرامة برضو 200 ألف جنيه طبعا بعد ما المحكمة حكمت بالأحكام دي الدنيا كلها هاجت او نقدر نقول ان الموضوع ده عمل ضجة كبيرة جدا على سوشيال ميديا والجمهور او الرأي العام من اسم رأيين ما بين مؤيد وما بين معارض الرأي المؤيد للأحكام دي شايف انهم كانوا بيعملوا فيديوهات مسيرة للغرائز وكمان كانوا بيعملوا حاجات بتشجع على الفسق وعلى الفجور ومش بس كده ده زي ما كمان المحكمة حكمت عليهم بتهمة الإتجار في البشر فالرأي ده كان مؤيد الموضوع ده اما الرأي التاني اللي كان شايف انهم ما يستحقوش للأحكام دي وان الحكم ده حكم كبير جدا عليهم وان الموضوع اللي عملوه او الفيديوهات او الرأس اللي كانوا بيرقصوه على السوشيال ميديا او على التيك توك ما يستهلش ان احنا نحكم عليهم بالأحكام الكبيرة دي وفي نفس الوقت نغرامهم 200 الف جنيه ما بين الرأي المؤيد والرأي المحيد البنتين في النص ضيعين ومش عارفين يعملوا اي حاجة طبعا حنين حسين متحكم عليها بعشر سنين ومودة القدم متحكم عليها بست سنين فيعني تعالى كده نتخيل لو الاتنين دول اخواتي او اخواتك او بنتك او بنتك او اي حد من قريبنا تخيل كده انهم عندهم 20 سنة ولو دخلوا السجن هيطلعوا هم عندهم 30 سنة يعني مستقبلهم ضاع مفيش كلية مفيش دراسة هيطلعوا هيبدأوا حياتهم من اول وجديد وهم محطمين ومفيش اي نفس او روح ان هم يعملوا اي حاجة لانهم ضيعوا اجمل سنين حياتهم في السجن فانا شايف ان الاحكام اللي اتحكمت على مودة الادهم وعلى حنين حسين احكام كبيرة جدا مقارنة بالحاجات اللي كانوا بيعملوها على الرغم ان لسه في استقناف هيعملوها على الحكم ده وان شاء الله عند ثقة كبيرة جدا في القضاء المصري القضاء اللي دايما بيحكم بالعدل ودايما بيبص للمتهمين بعين الشفقة وبعين الرحمة وفي نفس الوقت بيبص لهم او بيحكم عليهم بالعدل فان شاء الله كل ثقة في القضاء المصري انهم يخففوا الاحكام دي على مودة الادهم وحنين حسين لان زي ما قلت انا شايف ان الاحكام كبيرة جدا ولكن ان شاء الله ربنا هيكرمهم والقضاء المصري هيحكم بحكمه مخفف او ان شاء الله ياخدوا براءة وكفاية قرصة الودن اللي هم حسوا بيها والايام اللي عاشوها في السجن طبعا من حوالي ساعتين طلعت علينا حالين حسام المفترض ان هي هربانة وما حضرتش الجلسة اللي اتحكم عليها فيها بعشر سنين سجن وطلعت تلات مأموريات مبارح من مباحث القاهرة ومباحث الجيزة المفترض ان هم بيبحثوا عليها في الاماكن اللي كانت بتدردد فيها زي القاهرة والجيزة والتجمع الخامس ومنطقة الساحل ومنطقة اكتوبر ومازالوا بيبحثوا عليها لحد اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها دي وما فيش حد عارف يلاقيها فين ولكن طلعت علينا من ساعتين وعملت فيديو بس مباشر تقريبا حوالي 13 دقيقة واتكلمت فيها عن موضحها من البداية للنهاية واتكلمت كمان بكل جراءة وقالت ان فيه تعصف ضدها وانها ما عملتش اي حاجة للأحكام الكبيرة اللي هي اتحكمت عليها دي ازاي تاخد عشر سنين سجنة وغرامة 200 الف جنيه على الرغم ان القاضي اداها براءة واتكلمت كمان في حاجات كتيرة جدا في موضحها هعرض على حضراتكم دقيق بسيطة جدا من الموضوع ده اهم الحاجات اللي هي قالتها لو حضرتك مهتم تتابع تفاصيلنا او مهتم تتابع كل جديدنا استأذنك تدعمنا وتضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان دايما يوصلك كل جديد شكرا ليكم استعليم